هل يمكن العمل على القضايا التي ذكرها ضيفنا من واشنطن سعادة السفير حمدي صالح حسنا مرحبا وشكرا جسيلا على إضافاتكم أظن أنه ينبغي أن نفعل ذلك بل وعلينا أن نفعل ذلك لأنه إذا ما تذكرنا أن الأمم المتحدة تشكلت في عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين وواحد وخمسين دولة هي عضو في الأمم المتحدة وفيما يتعلق بإصلاح المجلس الأمن بدأ في عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين عندما كانت الدول المشاركة أصبحت مئة وثلاثين عضوا وبعد ذلك كان عدد أعضاء مجلس الأمن زاد من أحد عشر إلى خمسة عشر دولة وهذا والموقف الحالي إذن العديد من البلدان والدول أعربوا عن رغبتهم في أن يبدأوا العمل عن إصلاح مجلس الأمن أحد هذه الإصلاحات أتت كمقترح من روسيا عندما كان وزير الخارجية الروسي إيفانوف في عام 2003 ذكر أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتم الآن نظرا لتغير العالم وحتى توازن قوى العالم تغيرت بالتبعية وبالفعل فمجلس الأمن يجب أن يتضمن أعضاء أكثر وأكثر ذلك لأن مجلس الأمن عليه أن يعكس على التوازن الفعلي والحقيقي في العالم وبعد ذلك وبعد عامين إذنين وفي عام 2005 أتى وزير الخارجية الروسية سيد لافروف والذي هو وزير خارجية روسيا اليوم قال أن روسيا توافق على إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن يجب أن يكون ذلك على اتفاق عام ويجب أن يكون هناك اتفاق بإجماع أعضاء الدول الأعضاء وكل دول الأعضاء يجب أن توافق على هذا المشروع وعلى هذا المشروع الإصلاحي لمجلس الأمن ولكن وحقيقة القول فإن اليوم شيء أريد أن أقوله هناك ثلاث نقاط أساسية يتحدث الأشخاص عنها عندما نتحدث عن إصلاح مجلس الأمن أولا هما وهو أن إصلاح الإجراءات نفسها وهي نقطة جادة للغاية لأنه عندما نتحدث عن إصلاح الإجراءات والتدابير نفسها فإننا نتحدث عن حق الفيتو هم يرغبون في أن يحرموا الخمسة أعضاء بمجلس الأمن وهذا بالفعل نقطة خطر والنقطة الثانية هي زيادة عدد الدول الأعضاء وليس